الحمد لله على السلام. ربنا يسلم عمرك. اخترت ان تتحدث عن الهلع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في قضية انا بمناسبة قصة الفيروس بتاع الكورونا ده ربنا يشفي كل مريض ويعديها على خير اللي يمدي يعني. يا رب يا رب. فحبيت اتكلم شوية على حاجة اسمها الهلع الجمعي. اه. عصرت انا بقى الكم يوم اللي فاتوا ناس كتير قوي بتبعت رسائل على. وطبعا السوشيال ميديا ما بتخلصش يعني من ال الناس اللي نفسه يدلوا بدلوة. اما بالباطل او بالحق بيقول اي كلام فبيقصر على البقيين اللي مش متأكدين. ولسه ما فيش حد متأكد من حاجة. ولله الفضل والمنا ان انا بقى لي فترة ممتنع. اه نسبيا يعني عن السوشيال ميديا خلص من كتر الازل اللي واقع على الناس بسببها يعني. فعايز برضو الفت نظر الناس لانهم يتروا شوية قبل ما يصدقوا اخبار بيقروها دي واحد. مش بقولي ان وفيش يعني فيرس ولا الحاجة. بالعكس. بس عايز آآ 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 الفة نوزر للسادة الكرام المشاهدين لانه آآ آآ؟ آآ آآ يابتدي تاكنيكل. الناس. الحاجة الوحيدة اللي قالك دلوقتي الكورونا آآ آآ البنيادم بي يتأثر بيها اللي مناعته ضعيفة. طيب. قالوا اللي مناعته ضعيفة هو اللي يجيله. يعني معظم الناس قالوا عادي دور من ادوار البرد. بس يجيل برده كورونا. بتيجي اه. دور برد. سموه كورونا. وكل دور برد مختلف عن التاني يعني. انواع الفيروس ما بتخلصش. كبه. طبعا. طبعا. فاللي بيجيله دور البرد ده. لو منعته طبيعية بيعدي دور برده. ان شاء الله يعدي وما فيش مشكلة. قالوا ان اللي منعته ضعيفة او عنده امراض كبيرة يعني مش واخد باله من صحته كويس. ده اللي ممكن يتأذي الى ان يتوفاه الله. حاجة التانية الثابت في العلم هو انه دور البرد. دور البرد. الفيرل انفكشن بتاع الانفلونزا. والحاجة اللي بنسميها برد يعني. في في نسبة معينة من الناس بيموتوا منها. ده متفق عليها. تمام. وفي بعض الابحاث مانيش عارف صادقة او لا امن الحاجات اللي اللي انا بحب اقراها اللي بتفتع يعني تطمن شوي. اه. انه قال لك من اول للسنة دي اول ما طلع فيروس كورونا. لحد الوقتي عدد الوفيات من الدور البرد العادية اللي مش كورونا. مش عارف اضعف مضعفة. سعيح. ايه عن اللي ماتوا ب بفيروس الكورونا. فانا عايز اقول بقى ايه? اللي بيخد اللي بيتخد ويخد غيره. خليني انا لو بتخد وتخدت خلاص حصل خير. بس لو خدت غيري ده زن بوفر قبتي. لو انا خديته ودخلته في استرس. اه. ضغط نفسي. اه. ضغط النفسي بيعمل ايه في المناعة? بيضعفها. بيضعفها. فلما انا اضعف مناعة واحد من باب خد بالك اوعى مش عارف ايه لحسن تموت حتموت. اه. خد بالك المصر مليانة كورونا العالم في كورونا. اه. فالوادي عيني يتخد خد جمدة جدا. فمنعته تضعف. فلو في كورونا معدية اقول لها جاجة. اه. مهمة نفسية بقى. اه. نفسية عضوية. نفسية تؤدي الى اثر عضوي. اه. يعني لضغط النفسي عادة بيضعف المناعة. اه. وبيعمل خلل بقى في غزيف الجسم اه الجسم بيبقى متبرجل. اه. فايش هييته تطلخبط ونومه يطلخبط ويبتدي يتوتر وبتاح. فمنعته تضعف. اه. فلما منعته تضعف لو هيجي للكورونا. الكون صيد سهل. اه. اه. يقوم يموت بسبب اللي خده ده. فالناس الهيستريكل اللي هما فيه شخصيات هيستيرية. صحيح. اللي هو يا خرابي. اه. زيبش اعلى وعن موت كلنا وكده. اه. الناس دول اهدوا شوية على نفسك وليك وانتو الاول. اه. وبعدين لو هتتخد اوي ما تخدش الناس اللي حواليك بدرجة كبيرة جدا. اه. وبقى خص بالذكر الامهات اللي بيخدوا عيالهم خدات جمد اوي. العيال بيجي لها بانك بيخافوا بعد كده يتعاملوا مع الحياة. يعني قابلت اليام اللي فاتت اطفال ومراهقين. مثل ازيك حبيبي وبتاع اه ازيك يا انكل لها معلش مش اقدر اسلم على حضرتك علشان الكورونا. فالعيال بيتخد خدات جمد اوي. يعمموا الخضة على كيانهم النفسي. وبعدين على علاقتهم الاجتماعية ويتحول. يعني حتى لو اصيب مثلا من ميت مليون واحد عشر امية مثلا. ويا ربي ايش في كل مريض ويعده وكل حاجة. ما يبقاش ده سبب الزعر اللي الناس عيش فيه اللي يعمل اللي فاتت. لانه. انا بقى بقى لي اربع خمس ايام كل ما شوف حد. اقول له تعرف حد جاله كورونا. كل ما بتقابل حد دلوقتي يقول لك اخبار الكورونا ايه. وكمية طبعا النكت كبترخير الكورونا على كمية النكت اللي بتضحك والاغاني اللي طلعت. طبعا الاغاني والنكت دول يغيزوا مين? الناس الهيستريا. اللي عندهم هيستريا. اللي اخدينها جد. اللي اخدينها جد. واني اخدينها جد على ايه? اللي احنا مأمورين بيه بالعقل والمنطق والحكمة. وقوامر مباشرة من الله سبحانه وتعالي. الاخذ بالاسباب. فصريف قوي لما جيه الكورونا ده. بيعلمونا شوية. يقالك استحمى كتير وغسل ايديك. لقى الحاجات الجميلة واللي تنفع الجسم وتنفع الصحة. حفظ على مناعة جسمك. امن عيالك. واخدهم في حضنك وطبطب عليهم. مش لازم الناس اللي سرحة طول النهار في الشوارع دي. يعني قصدي فيها منهج لطيفي. يعلمنا شوية حاجات من باب الحذر. الحاجة التانية. هو انا مطلوب مني ايه في موقف زي ده. انه اللي في ايدي عمله. ايه اللي في ايدي. ايه بقالك فيتامين سي بيعلي المناعة. واكل برطقان واستفان دي جميل. والحاجات اللي هو جواف. وانا في الموسم يعني برطقان زي الفل والاستفان دي. بل الزبت لسه انا شاب برطقان برد دي حلوين. اه رخيص جدا وجميل جدا. القصد انه الماس هستيريا اللي هي الهلع الجمعي ده. بيضر ضرر بالغ يعني. عارف ساعتك زي ايه. يقولك مثلا واحدة في مدرسة حصلت كام سنة اللي فاته كتير اوي يكون الناس معنا. اسمها ماس هستيريا. واحد يغمى عليه. فتلاقي التاني اللي جنبه من خضته اغمى عليه. صحيح. فتلاقي كان فيه ميت واحد خمسة وتسعين منهم اغمى عليهم مع بعض. وقالك شفتو اغمى على الناس. علشان الحاجة الفلية ولا فلانية ولا بتاع. اولا قدر الله مسلا لما تبقى الناس مسلا في مكان مغلق ويحصل فيه مشكلة حريق. يحصل فيه رجة يحصل فيه حاجة. الموت اللي بيحصل نتيجة الهلع. مش نتيجة الحادث. ان كله بيجي فوق بعض وخبطوا بعض. لو كان ناس خرجت بنظام. ما يحصلش حاجة. زي في الزلزائي ما يسعني يحصل الزلزائي. ايه بزبط. زي معروف. عدم الوعي الكافي بالزاي بنتعامل معه. ده المس هستيريا وده دول الكلمتين اللي كان نفسي. بس كده اوضا.